عقد وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ سمح شكري حواراً مع وفود السكان الأصليين المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ والمشاركين في الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر المنعقد في شرم الشيخة والتي تضم ممثلين عن مختلف المنظمات الحكومية المعنية بتمثيل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية من مختلف المناطق الجغرافية حول العالم أوضح الوزير شكري خلال الحوار حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تعرفه على خبرات وقيم وتجارب ممثل السكان الأصليين التي من شأنها أن تسهم في دعم الهدف الرئيسي للمؤتمر والمتمثل في تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض